يجب على الدولة المصرية اغلاق الازهر فورا لان الازهر سيؤدي لحدود حرب اهلية في مصر لانه يحرض ضد غير المسلمين خاصة الملحدين واسعى لقتلهم وطبق حكم المرتد عليهم واسعى الى سجنهم وارهابهم بل انهم سجنوا مسلما متنورا مثلهم وهو اسلام بحيري فيجب على الدولة قبل فوات الاوان وقد اعذر من انظر اغلاق الازهر قبل ان يتم اغلاقه بقرار دولي من محكمة العدل الدولية وتصنيفه كمنظمة ارهابية يجب على الدولة ان تعي ذلك تماما ان الازهر سيدمر مصر وسيحيلها خرابا وسيحدث حرب اهلية في مصر فضلا عن انه عائق امام تطوير الدولة المصرية وينازع الرئيس المصري في سلطته وقف امامه ندا بند